بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلو عليه وسلم والتسليم وصفات سريعة سهلة لذيذة نتمنى تجربوها وتردولي بالخبر لما اشتركت في القناة تشترك معنا وتفعل زر الجرس وتحطوا لجام وكمنتر باش يلحقكم كل جديد عنا اليوم وصفات سريعة بولوفان بزيتون نروح ونشوفو الوصفة مع بعض في مقلة حطيت فيها ثمغارف زيت حطيت فيها مكعبات سكالوب مكعبات الدنت نقليهم مليح نخليهم مليح حتى يحماروا ونزيد لهم البصل نقطع رقيق نخلو كامل الخالط التعنا يذوب ويتعسل المليح يضح كامل هذا البصل نزيد له شوية الفلكحال كوركم سكين جبير ونقليهم مليح ونزيد والملح بينسوق ونمرقهم بنصف كاس ماء نخليهم كامل يطيبوا مع بعض هكذا نخليهم يطيبوا على نار هذه نضيف الزيتون ونزيد لهم الزيتون الزيتون نغليته وكنت مزلوه بابيه لما تحبش تغليه تضيله في الماء وتخليه حتى تلقى في الماء بارد تروح له كامل هذه المرورية تاعه نضيفه ونضيفه الزيتره نضيفه الزيتره ونضيفه ريحه شبه بزاف تبدي الكامل نضيفه الزيتون بعد ما يغلوه ويطيبه كامل ويطيب الزيتون نزيد لهم هنا في الاخير كينجي رح نقدم الطبق التاعي نفرغ له علبة لاك خانف خاش يعني هذي حاجه سهله وخفيفه طيب ليه ليه هتسلكك في الموقع تكوني ما عندك ويلو ما كي قادره ما عندكش الوقت باش توقفي بزاف هاوليكم الهنايا درت له لك خانف خاش وزيت له رشة تعال مع ابنوس وقدمته مع هذوك اللي فولوفون اللي كنا درناهم مع بعض هنا يا رجلي كان صايم درت له هذا الشريبة وزيت له معها الحميس بيانسيرو هذي فولوفون يعني وصفة سريعة وسهلة توجد له له راهي ابنينا بزاف نصحكم تجربوها بيانسير ومع هذو توجور تكون كاينة وحاضرة الشربات شربات نتفكروها كي يجي رمضان يعني الشربات يعني نقولو الشربات جدت لكم وصفة رائعة تاع الشربات جربوها ورجعولي بالخبار يعني ما نشكرش فيها بزاف انتوما اللي ترجعوا لي الخبار التاحة ان شاء الله اوليكم الهنا للأطباق تاوعنا حطيتهم ووجتهم ان شاء الله بصحة والهنا نروحوا نشوفوا مع بعض الوصفة تاعنا بتاع الشربات عندي زوجري ثلاث ما نحط فيهم زيس تحبة قارس هاكذا نخلطوهم مع بعض ونحط لهم كاس ونصف سكر كاس ونصف سكر نخلطهم شوية مع بعض حتى يدوب سكر وهكذا ونزيدو لهم لها لها سيت سيتريك ما غرفتاع قهوة صغيرة تاع سيت سيتريك المغرفت meg ونضع مغرفة جميلة مغرفة مع المستقبل مغرفة للمستقبل مغرفة للمستقبل مغرفة للمستقبل حول قهوة مختلفة مغرفة للمستقبل مختلف بتنصف 4 كم حليب لنضيف نضيف عصير تحبة قارس نضيف عصير تحبة قارس ونضيف عصير تحبة أرواح ما يكون ننصحكم تجربوها وترجعوني بالخبار رائعة نجوز هنا بلافخاز والبانان نجوز هنا ثلاثة سفار بيت سكر سكر وضعت ثلاثة مغرف ثلاثة ميزينة ثلاثة مغرف وضعها ثلاثة مغرف ثلاثة مغرف ثلاثة مغرف ننخلط نأُقبل الى الحليب وضبها فوق النار نرميها مغرف زبدة نفرغها في المول نضيفها 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 في النبيط نضيفها علبة على الخش والكلمات نضيفها 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 ونضيفها اضع الكرام فخيش كما تصدق لك تضرب الكرام باكسير نضربها مليح بالباتر حتى تصدق روحة شوية و نضيف نضيف الكرام مع الكرام الذي صنعناها مع بعض نضيف الكرام فخيش نضيفه كامل مع بعض حتى تصدق الكرام موس نضيف كاس شانطية مع كاس ماء نضيف كاس شانطية مع كاس ماء نضيف كرام مع بعض نضيف كرام نضيف الدفاع خلطه مع ممسكافي وعندي بسكويت تلك الخطرة التي كانت باقي لي كان في الكونجيلاتور جبته انا دارينه مع بعض اللي تحب تشوف الوصفة التاعو ونخليكم الوصفة في الرابط عندي هنا شوية الافخاز مقطع صغيرة عندي بانان مقطع صغير نحط هنا في الفيغين نحط شوية الكرام ونزيد لها البسكويت ونزيد نحط لها الافخاز ونزيد نحط لها الفخاز خام الفوك ونزيد نحط لها الافخوة ونعود لها خام الفوك حتى يتعمروا اللي فيغين تاوعنا حتى نعمره كامل نصحكم باش تجربوا هذا الوصفة رح يبنينا بزاف وسهلة وسريعة تقدروا إذا توجدوها في وقت واجيز تواني بزاف الرمضان لشهر رمضان إن شاء الله خطرا ننوعوا من الأطباق تاوعنا خطرا نديروا فلان خطرا نديروا حكذا ديفيغين باش ما نملوش إن شاء الله ما زالوا بزاف وصفات إن شاء الله نحنا نتقاسمهم معاكم نعمرهم كامل والتزيين يرجع كل واحدة فينا كيفاش تحب تزيين تحبي تزيدي إضافة تحبي تزيدي في بلاسة البيسكوي تديري بيمو ترحيه وتحطيه ومن عندك يقاطه سابلي ترحيه وتحطيه كي بزاف ما تكون ش عندهم واجدة البيسكوي ولم يقدروا شي يوجدوها يخدموها في نهارها أنا هذي كانت عندي في الكونجيلاتور أجبتها وطلعت بها هذي يغين وخرجت ما شاء الله هكذا يجب أن يكون نفيده ونضيفهم ونزيينهم كما تحب ونضيفهم مرشة على كاكاو باش كاسيت شوي على كولر ودخلتهم يبردو وهاو اللي كومل يعملين كيفاش خرجو يجو بينهم اللي كومل يعملين مواجدين شوفووش حال يخرجو شابين يبانو طبقات ومع هذو كالكولر يعني خرجو ما شاء الله نتمنى تجربوا الوصفة وما تنسوا نشب الجامل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكذا باش تحفزوني نقدمكم كل خطرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله